النبوات بين النبوة والفلسفة للمعارف المحترمة مصادر معينة لا يعول على ما وراءها فإذا كان مصدرها إنسانياً فيجب أن تنبع من ثنايا المنطق التجريبي أو الرياضي كما هو حاصل الآن في علوم الكون والحياة وفيما يتصل بأحوال المادة وشؤون الناس أما إذا كانت هذه المعارف متصلة بما وراء المادة أي بما يقصر المنطق التجريبي والرياضي عن مناله فإن الوحي الصادق هو سبيلها الفذة ولا يقبل غيره فيها ومن ثم فالكلام عن الله وعن صفاته وعن حقوقه لا يعتمد فيه إلا ما جاء على ألسنة الأنبياء وحدهما وإذا تظاهرت الدلائل على صدق نبي ما فإن ما جاء به من عند الله يأخذ وصف اليقين وينقطع دونه الجدل إن عشرات الفلاسفة والعلماء تكلموا في المادة وما وراء المادة منذ آماد طويلة والتراث الذي خلفوه لنا خليط من الصواب والخطأ عكف عليه الباحثون فمازوا صحيحه من سقيمه ويمكن القول بأن كلام القدامى والمهدثين فيما وراء المادة ينقصه التوفيق لابتعاده عن مناهج الوحي ولذا حفل بالنقائض والخرفات قال صاحب إخوان الصفا إن الأنبياء كلهم مع تباعد أزمانهم واختلاف لغاتهم وموضوعات شرائعهم وافتراق سننهم تجدهم متفقين على رأي واحد ومقصد واحد فيما يشيرون إليه في دعوتهم الأمم أما الفلاسفة فليست شريعتهم واحدة ولا دينهم واحد بل آراءهم مختلفة وأقوالهم متناقضة تورث لأتباعهم حيرة قل ما تنجلي غمرتها فكيف يرضى العاقل عن مذهب الفلاسفة مع اختلافهم كأنما يكذب بعضهم بعضا ويعرض عن البحث والنظر في كتب الأنبياء مع اتفاقها إنما ذهل أكثر المتفلسفين عن حقائق الأشياء لعدم معرفتهم كتب الأنبياء وإعراضهم عن النظر فيها وقصور أفهامهم عن تصورها هذا فيما يتصل بالمعارف الروحية أما الفلسفة المادية فإن اتجاه العلم في العصور الحديثة إلى البحث المباشر والاستقراء الدقيق أفقد هذه الفلسفات القديمة منزلتها وجعل أكثر نتاجها لغوا والحق أن كثيرا من مذاهب المفكرين وأراء الفلاسفة ومقالات الأدباء لا تعتمد على ركيزة محترمة من اليقين الراسخ بل جلها يشبه قصائد الشعراء الهائمين في أودية الخيالة أو هي تصوير لمشاعر نفسية خاصة ووجهات نظر في فهم الحياة قد تسلم لأصحابها على أنها نزعات شخصية ولكنها لا تقبل مطلقا في ميدان العقائد العامة والتضارب الهائل بين ثمرات هذا اللون من المعرفة الإنسانية يجعلنا لا نخرج به عن هذا النطاق ولو قرأت فلسفة الهنود والرومان والإغريق وتطورات الفلسفة الإنسانية عامة في القديم والحديث لما تجاوزت بها أبدا حدود البحث الحائر وراء الحقيقة الغامضة وشتى الفروض التي يجا فيها الصواب ومزيجا من التحويم الغامض يعلو ويهبط ثم لا يستقر على شيء شتان بين هذا القلق وبين المبادئ المحدودة والتعاليم الواضحة والأفكار المشرقة التي عرضتها الأديان في بساطة تامة كأنما تعرض المبادئ الأولى في علم الحساب إننا لا نقبل من المعارف المادية إلا ما خضع للمنطق التجريبي والرياضي كما قلنا ولا نقبل من المعارف الروحية إلا ما جاء على لسان نبي عرفنا بمنطقنا المادي صدقة فأمنا على ما يغرس في عقولنا وقلوبنا وما يرسم لأحادنا وجماعاتنا لأننا آمنا به مبلغ عن الله وما جاء من عند الله فهو الحق المطلق أما ما عدا ذلك فهو وهم مريب والتعلق به اتباع للظن وقد نهان الإسلام أن نركن إلا إلى اليقين ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم الوحي أما الأنبياء فأساس علمهم الوحي هؤلاء الرجال المصطفون من أبناء آدم تتلقفهم العناية من نشأتهم الأولى لتقيهم أوضار الطبيعة البشرية وترقى بهم صعدا في مدارج الكمال وترشح قلوبهم الكبيرة لاستقبال ما يفد به الملأ الأعلى عن حضرة القدس فإذا الحكمة تفيض من ألسنتهم والأسوة تقتبس من أعمالهم والنزاهة المطلقة تقترن بأحوالهم واتجاهاتهم والوحي الذي تشرق به المعرفة على قلوب الأنبياء أنواع ومراتب يبدأ بالرؤية الصالحة في النوم ورؤية الأنبياء ليست من أضغاث الأحلام التي تترجم بها النفس عن رغباتها المكبوتة في صور مهووشة متقطعة كما يحدث لجماهير الناس كلا فإن الكمال البشري الذي وصل إليه النبيون يجعل قلوبهم يقضة ولو نامت أبدانهم بعكس الدهماء الذين تنام قلوبهم ليلا ونهارا فهي في غفوة لا تصح منها ولو نشطت أبدانهم وراء أغراضها الصغيرة أما أفئدة الأنبياء فكأجهزة الاستقبال المعدة لالتقاط الأنباء في كل حين وكهرباؤها المتألقة تسجل ما يقذف الملك فيها ثم لا تلبث أن تذيعه على الناس أجمعين وكانت الرؤية الصالحة أول مطالع الوحي في حياة محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة العظمى أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح وقد ظل صلوات الله وسلامه عليه موصول القلب بالله في يقظاته وهجعاته إلى الرمق الأخير من حياته ومن الوحي عن طريق الرؤية حدثت قصة إسماعيل ونزل الأمر بذبحه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ويكثر أن يكون الوحي إلهاما في اليقظة بوساطة الملك ينضح به المعنى على قلب النبي فيتكلم الحق وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة لهذا الضرب من الإلهام سواء صرح فيه بخبر هذه الوساطة كما في الحديث هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أو طوى ذكر الملك وأرسل الحديث إرسالا كما في سنن أخرى وقد نزل القرآن كوحي بألفاظه ومعانيه جميعا فعلم منه الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم وكان حظ جبريل في ذلك مجرد النقل من لدن الخبير البصير نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقد ينزل الوحي بتكليم الله مباشرة لعبده من غير وساطة كما تم لموسى فلما آتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك إلى آخر الآية وكما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به على رأي طائفة من العلماء بيد أن تكليم الله لأنبيائه أمر لا ندري كنها وليس على النحو الذي نألفه بين المتخاطبين من تكاشف ومشافهة بل كما قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان والتصديق بمبدأ الوحي ليس مما يتعظم على العقول إدراكه وشبه الماديين حوله تتصاقط من تلقاء نفسها ما دمنا قد اعترفنا بأن الله حق وأن وجوده فوق الريب وأن له جل شأنه أن يصطفي من عباده من يبلغ عنه مراده ومن يتعهد به الأمم الشاردة ويخرجها من الظلمات إلى النور وحاجة العالم إلى الرسل ماسة فلو تركزت أزمة الفكر الإنساني للاجتهاد المهض لضل الناس رشدهم ولم اتفقوا على حقيقة واحدة تصلح حالهم ومآلهم ونحن ننظر في تاريخ الأرض القريب والبعيد فلا نجد مثابة تفرغ إليها الشعوب وتلتمس في ظلالها الخير والبركة إلا تعاليم الأنبياء هذه التعاليم منها ما يعجز العقل عن ابتداعه لو ترك وحده ومنها ما يمكن أن يصل إليه العقل بعد لئي وبعد تجارب مريرة ومع ذلك يكون تصوره له غامضا وفكرته عنه منقوصة أحسب أنه لو لم تأتنا رسل من عند الله تعرفنا بوجوده لبحثنا عن سر الوجود وستصل أفكار حصيفة حتما إلى الجزم بأن هذا الكون لن يخلقه الوهم ولن ينظمه العدم بل لابد من خالق موجود وقدرة منظمة ولكن هذه الأفكار الصحيحة ستكون فروضا قلقة وقد تجرفها الآراء المناقضة والمذاهب الملحدة ولو استطاعت البقاء فإنها في غيبة الوحي ستكون تخمينات شتى يلتبس فيها الحق بالباطل ومن ثم فإن بعثه الرسل كانت ضرورة إنسانية لتجنيب العالم متاعب الضرب في بيداء طامسة وقد أدى الرسل واجبهم في قيادة الفكر والقلب وورث الأجيال المتعاقبة حقائق الإيمان بالله سهلة غضة لا تحس أن تتناولها من أيديهم الطاهرة بهذا الكلال العقلي المعنت الذي يصاحب دائما أفكار الفلاسفة في تصويرهم لأسرار الوجود وكما عرفنا عن طريق الرسل مبدأ الإيمان بالله عرفنا كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يسبقه وما يلحقه من حساب وثواب وعقابة عرفنا ذلك على جهة اليقين الجازمة ولولا بلاغ الوحي لعجز العقل المجرد عن فهم النهاية المرتقبة لعالمنا الزاخر بلى إن المرأة قد يرفض التسليم بأن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء لا سيما وهو يرى الجزاء مبتسرا فيها فكم من الأخيار والأشرار يموت قبل أن يلقى جزاء ما اكتسبت يده وكم من معارك دارت بين الأفراد والجماعات على فيها مبطلون وهلاك فيها مصلحون وجور موازين الجزاء في الدنيا يعلق الأفئدة بيوم تتم فيه النصفة ويتحقق فيه العدل بل إن الفطرة فيما تهدي إليه من حقائق تجعل الإنسان يستشعر معنى الخلود ويستعد له في حياته القصيرة بمختلف الأساليب بيد أن رسالات السماء وحدها هي التي كشفت الغطاء عن كل ما قد يثار حول البعث من رهبة وقدمت للمرء كشفا مفصلا بالجزئيات التي سوف يلقاها عقب انتهاء أيامه في هذه الدار وليست وظيفة الرسل هذا الإرشاد العقلي إلى حقائق الحياة فحسبا بل إن تربية الأصحاب والأتباع على هذه المبادئ من أهم ما جاء له والتربية كالذوق شيء ليس في الكتب إنها ليست حشو الأذهان بالمعلومات ولا قيادة الحياة بالأوامر العسكرية بل إن التربية الدينية التي تولاها الأنبياء كتبوا بها صحائف جديدة في التاريخ تقوم على إحداث تغير نفساني عميق يشبه تغير الطين بعد نفخ الروح فيه وذعار الجاهلية الذين أعاشوا في بدايتهم عبيد شهوات ومساعر حروب فاجرة لم يتحولوا بين عشية وضحاها إلى حنفاء ربانيين يقدمون أنفسهم وذراريهم قرابين للحق إلا لأن نفخة عامرة من روح النبوة المقدسة خامرت مواتهم الأدبي فردت عليه الحياة وبعثته يدأب ويسعى ووظيفة الرسول تقوم على إزداء العون والنصح للفرد والجماعة في كل ناحية فهو يسكب من طهارة قلبه على أوضار القلوب فيغسلها وهو يشعل من تألق عقله الأفكار الخابية فيضيئها ثم يبعثها هي الأخرى لتضيئ وتهدي والنبوة في هذا المضمار لا يسبقها شيئا ومهما عظمت نتائج الفلسفة فلن تخطو في هذا السبيل أشبارا بعد أشبار حتى يدركها العثار العصمة وحياة الأنبياء تحلق في مستوى من الكمال لا تهبط عنه أبدا والمؤمن من عامة الناس تتذبذب حرارته في مدارج الارتقاء ويعتبر الحد الأسما الذي يقف عنده هو مقام الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بيد أن مقام الإحسان وهو آخر ما يصل إليه الناس بعد الجهد والميران هو المرتبة الدنيا للأفق الذي يعيش الأنبياء فيه إذ يستحيل في حقهم أن يسقطوا دونه أما ما يرقون فيه بعد من معاني الصلة بالله فأمر لا ندرك كنها وقد قرر علماء المسلمين أن العصمة واجبة لرسل الله كافة فلا يليق أن تصدر عن أحدهم كبيرة لا قبل البعثة ولا بعدها ولا تصدر من أحدهم صغيرة تخل بالمرؤة أو تسقط الاعتبار وقد تقع منهم أخطاء يعاتبون من الله عليها ويوفقون إلى الصواب فيها ولكن هذه الأخطاء لا تتصل بأمور اعتقادية أو خلقية مما يعد الوقوع فيه أمرا شائنا بل مكان ذلك الأمور التقديرية التي تتفاوت فيها الأنظار عادة من شؤون الدنيا وسياسات الأمم وقد يعتبر الأنبياء أنفسهم مقصرين في حق الله لأنهم أعرفوا الناس به وبجلال ذاته وعظمة حقوقه على عباده وبقصور الهمم مهما بذلت عن الوفاء بما ينبغي له وإذا كانوا يعدون ذلك ذنوبا تتطلب الاستغفار فليس استغفار الأنبياء عن مثل ما نقارف من خطايا أو نرتكب من سيئات ومما ورد مما يوهم غير ذلك فإن حقيقته وراء أوهام العامة وتفصيل الموضوع في غير هذا المكان المعجزة من حق الناس أن يسألوا كل رجل يزعم أنه مرسل لهم من عند الله ما دليلك على صدق قولك فإذا قدم لهم الدليل المقنع على صحة رسالته قبلوه واستمعوا له وقد جاء صالح إلى ثمود يخبرهم بأنه نبي من الله ثم يصيح فيهم فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولكن ثمود ردوا هذا النصح وطالبوا صالحاً بالبرهان على أنه ليس شخصاً عادياً قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فكان طلب ثمود معقولاً ولذلك جاءت الإجابة عليه سريعة وكانت الطريقة التي وجدت وعاشت بها هذه الناقة خارقة لما تعارف عليه القوم ودل محياها على أنه أثر لقدرة عليا لا لقدر الناس المعتادة وهذا النوع من الاستدلال يقوم على تفهيم الناس أن الشخص الذي يحدثهم لا يمثل نفسه ولكن يمثل رب الأرض والسماء لذلك يعمل بقوته المطلقة لا بقوى البشر المحدودة وقد فزع موسى إلى هذا الدليل لما كذبه فرعون في دعواه أنه مرسل من رب العالمين وتهدده لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وكذلك صنع عيسى عليه السلام عندما عرض نفسه على بني إسرائيل فنبأهم بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى ثم سرد أدلته على رسالته أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقد لوحظ أن أكثر الأمم برغم ما سبق إليها من آيات باهرة لم تستجب للحق ولم تسلم بدعوى المرسلين لا عن قصور في الأدلة التي تسندهم بل على عناد وتبجح الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين والدليل على صدق أية دعوة قد يكون بأمور خارجة أو يكون بحقيقتها في نفسها فقد يزعم أحد الناس أنه مهندس ويقول دليلي على ذلك أني أستطيع السير بقدرتي على الماء أو الطير بجناحي في الهواء فإذا فعل ذلك سلمنا له وقد يقول دليلي على ما أقول أن أبني فعلا عمارة مدعامة الأركان أو أصل بين شاطئين مثلا بجسر متين فإذا فعل فقد دل بقدرته الهندسية على أنه مهندس يقينا بل قد تستريح النفس إلى هذا الاستدلال أكثر من راحتها إلى البراهين الخارقة الأول قال ابن رشد إن دلالة القرآن على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليست كدلالة انقلاب العصى حية ولا إحياء الموتى وإبراء المرضى فإن تلك وإن كانت أفعالا لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء وفيها ما ينفع الجماهير من العام إلا أنها مقطوعة الصلة بوظيفة النبوة وأهداف الوحي ومعنى الشريعة أما القرآن فدلالته على صفة النبوة وحقيقة الدين مثل دلالة الإبراء على الطب ومثال ذلك لو أن شخصين ادعي الطب فقال أحدهما الدليل على أني طبيب أني أطير في الجو وقال الآخر دليلي أن أشفي الأمراض وأذهب الأسقام لكان تصديقنا بوجود الطب عند من شفي من المرض قاطعا وعند الآخر مقنعا فقط والتفاوت بينها واسع النطاق باختلاف البيئات التي ظهرت فيها والرسالات التي اقترنت بها وقد كان التعويل في العصور الأولى على الخوارق المادية فحسب أما ما تضمنته الأديان من حقائق فكانت منزلته ثانوية حتى جاء الإسلام فغض من شأن الإعجاز المادي ونوه بالإعجاز العقلي والقيم المعنوية للرسالات وقرر إلى جانب ذلك أن الخوارق التي دعمت بها الديانات القديمة لم تمنع التكذيب بها أولا فلا معنى لطلب التصديق بها آخرا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ومن ثم اتجه تأييد الأنبياء وجهة أخرى المعجزة بين الرسالة الخاتمة والرسالات الأولى جرت سنة الله في أنبيائه جميعا أن يؤيدهم بالمعجزات الواضحة وأن يسوق بين أيديهم من الخوارق ما يلفت الأنظار ويستهوي الأفئدة ثم ما يبني معالم اليقين وعناصر الاستقرار ودواعي الطمأنينة في النفوس وكانت معجزات الأنبياء شيئا آخر غير الرسالات التي يبشرون بها ويدعون إليها فطب عيسى غير إنجيله وعصى موسى غير توراته إلا أن الله شاء أن يجعل معجزة الرسالة الأخيرة شيئا لا ينفصل عن جوهرها فجعل حقائق الرسالة ودلائل صحتها كتابا واحدا وجعل من أصول الدعوة وأساليب عرضها البرهان الأكبر لدعوة الرسالة والسناد الأعظم لصدق صاحبها فآي القرآن الكريم بما تتضمن من دساتير العدالة الخلقية والاجتماعية والسياسية وبما تغرس في الطبائع من آثار الأدب والتربية والاستقامة هي هي رسالة الإسلام ومعجزته وأعظم ما في هذه الآيات أن الفطرة الإنسانية تجد فيها مجالها الحيوي الفذ وتجد في جوها المتنفس الطلق الحر ومن ثم كان القرآن كتابا إنسانيا وكان نبي القرآن إنسانا كاملا وكانت رسالة الإسلام في موضوعها وأهدافها إنسانية بحتة ولذلك توجه القرآن مباشرة إلى العقل البشري يخاطبه ويفك عنه آثاره ويرد له اعتباره وأكد القرآن أن أصحاب هذا العقل وحده هم الذين يستطيعون فهمه وتبين معانيه أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولي الألباب بل إن أصحاب هذا العقل وحده هم الذين يفهمون رسالة الوجود ويفقهون أسرار الكون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فلتكن إذن معجزة نبي الإسلام عقلية وما دام البشر يحترمون عقولهم فستبقى لهذه المعجزة قيمتها أجل ستبقى لهذه المعجزة قيمتها ما بقي العقل أنفس شيء في الحياة وما استلهم الناس عقولهم في الحكم على الأمور وفي قيادة الإنسانية إلى آفاق الترقي والكمال مقترحات كافرة غير أن هذا المنطق لم يكن ليلقى القبول الواجب له عند أعراب الجزيرة وبقايا القرون الأولى وصرع الأوهام والخيالات إذا كان أقصى ما يفكر فيه هؤلاء أن يشاهد خارقا يقلب البر بحرا أو الخصب جدبا وعندئذ يلقون السلم ويدخلون في الإسلام ولم يكن شيء من هذا الذي اقترحوه عزيزا على قدرة الله ولكن حكمة الله أبت إلا أن تغالي بقيمة العقل الإنساني الذي أرخصوه وإنه لعزيز على هذه القدرة العليا أن تعطي الإنسان عقلا يصنع المعجزات إذا معتنا به والتفت إليه ثم تترك هذا الذي أعطت يضيع عبثا وتستجيب لرغبات الجاهلين الذين سفهوا أنفسهم وأفكارهم وأبوا تحكيم مشاعرهم وعقولهم وطالبوا بمعجزات مادية قليلة أو كثيرة لتصديق نبيهم وكان لابد في معاملة أولئك القوم يرغم آنافهم على احترام العقل الإنساني لمصلحتهم ولمصلحة الأجيال من بعدهم ولذلك تقرر أن تكون المعجزة الكبرى لمحمد صلوات الله وسلامه عليه هي هذا القرآن الكريم فيه كان التحدي وعليه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمد في سيرته مع خصومه وأصحابه طول حياته ومن بعده ظل القرآن كتاب الإسلام الناطق بدعوته وحجته معا إلا أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تبث في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أنواعا من الخوارق التي أيد بها النبيون الأولون فجاءت هذه الخوارق تحمل طابعا خاصا ينبغي أن نعرفه حتى لا نتجاوز به حدوده الصحيحة هذه الخوارق ثانوية الدلالة في تصديق النبوة والشهادة لها والطريقة التي أرسلت بها من عند الله تشير إلى أن الحكمة الإلهية لم تعلق عليها كبير أهمية ولم تغض بها من قيمة المعجزة العقلية التي انفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بها فقد حدثت جملة من هذه الخوارق بين المؤمنين الذين استقر الإيمان في قلوبهم فعلا والذين سبق لهم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لأنهم أعملوا عقولهم واحترموا إنسانيتهم وحدث بعض آخر أمام أعين الكافرين بيد أن الصورة التي تم بها تثير الدهشة إذ كانوا يقترحون معجزة فتأتيهم أخرى أو يأتي ما يقترحون بعد سنين طوال وعلى وجه يبدو منه أن إجابتهم إلى ما طلبوا لم تقصد أصلا وربما تهمل مقترحاتهم كلها فلا ينظر لها قط فما معنى ذلك؟ وما السر فيه؟ حقيقة الإعجاز المادي بيّن الله عز وجل أنه فصل في كتابه أسباب الإيمان وأسانيد النبوة كافة ولكن الناس أبوا الرضا بهذا اللون من الإقناع ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وماذا بعد أن كفروا؟ طلبوا أشياء معينة زعموا أنها وحدها هي التي تدعوهم إلى الإيمان وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء إلى آخر الآية ودعك من المطالب التي أملاها العناد والسخف من سلسلة هذه المقترحات الطويلة ثم تأمل أتفجير ينبوع من الأرض ينظر إليه البشر على أنه عمل تنزل قوى من السماء لإتمامه فما هو إذن عمل القوى الإنسانية؟ إن المرأة في طفولته يعتمد على أبيه دائما في جلب كل خير وإتمام كل عمل أفليس من حق الأب إذا رأى ابنه جاوز الطفولة أن يضربه على يديه ويتركه يتجشم وحده مشقة السعي واقتحام المستقبل وتحمل أعباء الرجولة؟ هكذا صنع الله مع عباده لقد أرضى الإنسانية في طفولتها بألوان صارخة من الخوارق حتى إذا اشتد عودها واستوى فكرها تركها لتستخدم مواهبها الفكرية ولتتبين الصواب والخطأ فإما هلكت عن بينه أو نجت عن بينه ويوم أن تعرف البشرية العقل في قبول الدين أو روضه فستعرف من تلقاء نفسها كيف تستغل هذا العقل في تفجير الينبيع وتحويل رمال الصحراء إلى حدائق غناء وهذا بعض ما طلب أعراب الجزيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدقوا رسالته وقد طلبوا منه أن يرقى في السماء ولكن الله أحب أن يكشف لهم عن سقم البواعث التي توحي بهذه المطالبة وأن يثير فيهم الإيمان بإنسانيتهم المهدرة وأن يرد الحرمة إلى عقولهم المحتقرة وأن يعلمهم تكريم البشرية المجرد بالإيمان بنبي البشرية المبعوث لمد ضيائها وبسط روائها ولذلك يهتف القرآن عقب هذه المقترحات قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقد حدث بعدئذ أن رقى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة الإسراء بعد تقديم هذه الاقترحات بأمد طويل فكان وقوع الارتقاء على هذا النحو دليلا ناطقا على أن الحكمة الإلهية لم تكترث قط بمطالب الكفار ولم تعرها أي تقيمة بل جاء الرقي في السماء ليلة المعراج مظهر تكريم بحت من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لم تنزل به الإرادة العليا على رغبة بشر ولم يرتب على إقاعه ما يترتب غالبا على وقوع التحدي من إيمان أو كفران بل تركت مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو التخلف عنه موكولة إلى المعجزة العقلية الفريدة معجزة القرآن الكريم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقد أقسم المشركون مرة أنهم يؤمنون لدى أية معجزة مادية تقع كما يضرع الشاب لوالده أن يرضى نوازع طفولته ثم يسمى بعدئذ رجلا فأبى الله إلا أن يردهم إلى أفئدتهم وأبصارهم يتعرفون بها الحق ويثبتون بها عليه فإن معجزات الأرض والسماء لا غناء فيها إن لم يستنر القلب والعقل بما أودع الله فيهما من نور وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت ليؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ويزيد هذا المعنى جلاءاً قول القرآن في تصوير موقف الكافرين وبيان من طوت عليه أفئدتهم وأبصارهم من عناد وغباء ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فماذا تجدي المعجزات المادية مع هؤلاء وهم إنما ظلوا لاستغلاق قلوبهم وعقولهم وهم لو تفتحت قلوبهم لكتفوا بالقرآن آية لا تعلوها آية ومعجزة لا تدانيها معجزة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأم لا لهم النبي الإنسان ولئن كان القرآن هو الكتاب الذي يصور للإنسانية آفاق كمالها إن محمداً صلوات الله عليه وسلامه هو الرجل الذي حقق في شخصه وفي آثاره أعلى ما تنشده الإنسانية من قبل فقد رفع شأن الضمير عندما أعلن أن التقوى تستقر في القلوب الزكية ولا تغني عنها قشور العبادات وثبت قيمة العقل وجعله أصل دينه وأسس عليه المسلمون حضارة متشاعبة الثقافات والفنون وصلت من قطع من تراث الإنسانية الفكري وكانت البذور المنتجة التي أورثت العالم حضارته الحديثة ثم إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المحور الأول للإنسان والمقرر الأول لحرية العقل والضمير لقد جعل الكون كله مسخراً لنشاط الإنسان الذهني والبدني وجعل الإنسان سيداً في نفسه سيداً لعناصر هذا العالم عبداً لله فقط فلا سلطة البتة لدهاقين السياسات والديانات ونبي الإسلام عربي ولكن الدين الذي جاء به لا جنسية له وأي جنسية لدين يخاطب العقل حيث كان ويبني أدلته على النظر في فجاج الأرض والسماوات بين النبوة والعبقرية تاريخ البشر حافل بأسماء الكثيرين من أصحاب المواهب الرفيعة والكفايات الضخمة وعتهم الإنسانية في ذاكرتها وسجلت لهم في صحائف الخلود ما قاموا به من أعمال جليلة وروت للأجيال آيات مجدهم وآثار نبوغهم لتكون منه عبرة حافزة والعظمة قدر مشترك بين ألوف من الناس ظهروا في شتى الأعصار والأمصار ودفعهم امتيازهم المعنوي إلى اعتلاء القمة إلا أن العظماء يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا بعيد المدى ألا ترى كواكب السماء ونجومها إن بعضها أكبر من الآخر ألف ألف مرة ومع ذلك فالدرار الصغيرة ليست من الحصى والجنادل فإذا فحصنا تواريخ العظماء وفيهم الأنبياء من مبلغ الوحي وفيهم الفلاسفة من قادة الفكر وفيهم المخترعون من علماء الكون وفيهم الزعماء من قادة الجماهير وفيهم الأدباء من حملة القلم وفيهم وفيهم فإن هذا التمحيص وما يتتبعه من موازنة وترجيح لا يميل بقدر أحد من أولئك العظماء إلى حد الذي يهوى فيه إلى منازل السوق العباقرة كثيراً ما تكون العظمة امتداداً في موهبة من مواهب النفس بل كثيراً ما يكون هذا الامتداد على حساب المواهب الإنسانية الأخرى فإما أصابها بالضمور والشلل وإما رد النواحي الأخرى من شخصية العظيم إلى مثيلاتها في سائر الناس بل قد تكون أبعد سقوطاً وأشد ضراوة ومن هنا لا تعدم في سيرة كل عظيم من أولئك المشهورين نقطة سوداء وجانباً غائماً كان نابليون قائداً محنكاً مسعر حروباً ولكنه كان ساقط الخلق فاحش العذر كان جاك روسو أديباً ثائراً من أعظم واضع دساتير الحرية في العالم ولكنه كان معوج السلوك هزيل الشرف وكان بيسمارك داهية في السياسة لا يبارى وكان كذلك كذاباً مزوراً وهناك من الفلاسفة والشعراء والمفكرين والمخترعين من تفجأك في أحوالهم وأعمالهم أمور شائنة تستغرب كيف يصدر مثلها عنهم وهم مع هذا كله عباقرة لأن إنتاجهم العلمي والأدبي وتراثهم الرائع الفريد يسمو بهم فوق مستوى العام والذين طهرت سيارهم من هذه الشوائب تراهم مبرزين في ناحية ومعتادين في ناحية أخرى أو مرضى بما يفسد عليهم أفكارهما فأبو العلاء الأديب الرقيق المتشائم لوهب معدة قوية أو بصراً حاداً لكان لفلسفته اتجاه آخر غير التبرم بالدنيا وتسخط الوجود فيها ومن أعظم زعماء العلماء من تراه أسير عقدة نفسية أو شذوذ جنسي أو أثرة حادة ومنهم المصابون بجنون العظمة وتقديس الذات وكراهية شيء معين أو محبته ولذلك تتسم حياتهم بالنقائض الموزعة على جانب مستور منهم وجانب مكشوف للجماهير لا غبار عليه وقد اعتبرت الحضارة الأوروبية هذا التناقض شيئاً عادياً مألوفاً ومن ثم أباحت للعظماء أن تكون لهم شخصية مزدوجة ورأت أن تنتفع الأمم بمواهبهم وأن تتجاوز لهم سقطاتهم والإنجليز يعرفون أن نيلسون مات وهو يختلص عرض غيره ولكنهم يغضون الطرف ويعرفون أن تشيرتشيل خان عهوداً شخصية واجتماعية بيد أنهم يتعامون عنها فلندع هذا الفريق المعدود من زعماء العالم ولنرتفع أجل لنرتفع كثيراً لنصل إلى مستوى أكرم وأطيب ولنتكلم عن صنف آخر هم الأنبياء لإن كانت العبقرية امتداداً في موهبة واحدة أو في جملة مواهب إن النبوة امتداد في المواهب كلها واكتمال عقلي وعاطفي وبدني وعصمة من الدنايا ورسوخ في الفضائل وعراقة في النبل والفضل هم الرجال المصابيح الذين هموا كأنهم من نجوم حية صنعوا أخلاقهم نورهم من أي ناحية أقبلت تنظر في أخلاقهم سطعوا فالذين يرشحون للنبوة يصطفون لها استفاء قلوب نقية تربطها بالملأ الأعلى أواصر الطهر والصفاء وعقول حصيفة ناضجة لا تنخدع عن حقائق الأشياء ولا يصيبها ما أصاب كبار الفلاسفة من شرود وعماء وأجسام مبرأة من العلل الخبيثة والأمراض المشوهة أو المنفرة وصلة بالناس قوامها البر والخير فليس يتصور في حق نبي لله أنه أخل بحق المرؤة والتفضل فضلا عن أن يرتكب ما يخدش الشرف أو يقدح في العصمة ثم إن الرسل أمناء على الوحي السماوي والهداية الإسلامية فكلامهم حكمة وحياتهم أسوى سريرتهم وعلانيتهم سواء ليست لأحدهم صفحة مطوية وصفحة مكشوفة طرائق معيشتهم الخاصة كمناهج دعوتهم العامة تنضح عفافا واستقامة ظلوا بين الناس ما شاء الله فكانت مجتمعاتهم بركة ثم قبضوا فخلفوا أقدس مواريث وأقدس تركة وحسبك أنهم خيرة الله من خلقه الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور وأقدار الرسل تتفاوت سناء وسموا فالرسول في قبيلة محدودة أفضل منه الرسول لمدينة فيها مئة ألف أو يزيدون أفضل منه الرسول لشعب بأسره وصاحب الكتاب المستقل أفضل ممن يحكم بشريعة سابقة ولا نزال نرقى في مراتب العظمة ولا نزال نحلق صعدا نحو القمة ولا نزال نقطع أشواطا بعد أشواط في مدارج الكمال البشري حتى نصل إلى مستوى تنحسر دونه أبصار العباقرة مهما طمحت وتتطامن عنده أقدار الأنبياء مهما عظمت لنجد صاحب الرسالة العظمى إلى خلق الله قاطبة ملتقى الفضائل المشرفة ومظهر المثل العليا التي صورتها الخيالات التي صاغها الله إنسانا يمشي على الأرض مطمئنا ذلكم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وذلكم منزله بين عباقرة الأرض وأمناء الوحي أفق للمجد يزهو على كل أفق وتصطع فيه أشعة متموجة تنطلق بالحب والحنان والرحمة والعقل والفراسة والحكمة هيهات هيهات أن يدرك كنهه ذلك أحد فالعظيم لا يعرفه إلا عظيم مثله ومن كمحمد في الناس كيف ترقى لرقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء مسك الختام كان المرسلون الأولون مصابح تضيء في جوانب الليل الذي ألقى بجرانه على أنحاء الدنيا فلما بدأ فجر الإنسان ينشق عنه الظلام وبدأت أشعة الرسالة العامة تتهادى في الأفق انتقل العالم من عهد إلى عهد لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديلة والكلام في عظمة الشخصية التي حملت عبء هذه الرسالة يطول وحسبنا أن الله عز وجل جمع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من شارات السيادة والنبالة ما تفرق في النبيين من قبل ولقد ذكر الله أسماء ثمانية عشر نبيا فيهم أولو العزم وأصحاب الرسالات الأولى ثم قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرى إنه إلا ذكرى للعالمين وهذا الأمر بالاقتداء كان ماثلا في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بتبليغ الدعوة فلما طعن أحد المنافقين في تصرف له وهو يقسم الغنائم قائلا هذه قسمة ما أريد بها وجه الله كظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر من ثم قال المفسرون في شرح هذه الآية إنها تومئ إلى فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على من سبقه فإن خصال الكمال التي توزعت عليهم التقت أطرافها في شخصه الكريم كان نوح صاحب احتمال وجلد وصبر على الدعوة وكان إبراهيم صاحب بذل وكرم ومجاهدة في الله وكان داود من أصحاب الشكر على النعمة وتقدير آلاء الله وكان زكريا ويحيا وعيسى من أصحاب الزهادة في الدنيا والاستعلاء على شهواتها وكان يوسف ممن جمع بين الشكر في السراء والصبر في الضراء وكان يونس صاحب تضرع وإخبات وبتهال وكان موسى صاحب شجاعة وبأس وشدة وكان هارون ذا رفقة حتى تنظر إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه السير السابقة فتراها كالبحر الخضم تصب فيه الأنار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم موئل البطولات من ذوي المواهب من يعيشون في عزلة قصية عن الجماهير ويؤثرون البقاء في البرج العاجي عما ينتج مخالطة الناس من صخط وتبرم ومنهم من يلقي بنفسه في معترك الحياة ومعه عدة النجاح مع عمق النظرة وذكاء الفكرة والبصر النافذ إلى أدواء الشعوب وأدويتها غير أنهم مع هذه المواهب الجليلة ضيق العاطفة لا يألف إلا القليلين ممن هم على شاكلته في المزاج أو ممن يتفقون معه في الأهداف ومن العظماء من أوتي امتدادا في شخصيته وبسطة في مشاعره تجرف الناس إليه وتعلق القلوب به ولسنا نقصد بهذا قوة السيطرة على العامة والقدرة على تحريكهم وتسخيرهم كلا كلا وإنما نقصد هذا النوع من العظماء الذي يلتف به أصحاب الكفايات الكبيرة ويرمقونه بالإجلال ويقدمونه على أنفسهم عن طواعية واختيار ولقد ظهر أفراد قلائل من زعماء الشعوب على هذا الغرار الفذ وتركوا في تاريخهم أثرا لا يمحى على أن الإنسانية لم تعرف في ماضيها الطويل ولن تعرف رجلا وقره الأبطال وكرمه العظماء وانطبعت محبته في شغاف القلوب كما عرف ذلك في النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان أصحاب الشجاعة في القتال يحبونه لأنه أسجع منهم حين تحمر الحدق ويشتد البأس وكان أصحاب الحذق في السياسة والتدبير يحبونه لأنهم يرونه أكثر منهم مرونة وأرحب أفقا وكان الأجواد الأسخياء يرونه وقد ملك واديا من الإبل والغنم فما غربت عليه الشمس إلا وهو منح وهدايا للطالبين والراغبين وكان العباد يرونه صواما والزهاد يرونه عفيفا مترفعا وأصحاب البيان واللسان يرونه فصيحا معربا وهكذا ما عرف أحد من العظماء ميزة في نفسه يفخر بها إلا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق أعرق منها وأرقاه ولذلك يرفع إليه بصره مثل ما يرفع الناس أبصارهم إلى القمم الشواهق التي لا تنال ومع هذا الجلال الفارع وذلك الامتياز الرائع فقد كان هذا الرسول الأمين قريبا بسهولة طبعه من كل فرد فما يعز مناله على أرملة أو مسكين بل بلغ من اتساع عواطفه وتدفق مشاعره أن كل فرد كان يحس في نفسه أنه آثر الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه وأعزهم عليه كالشمس ترسل أشعتها فيستمتع الجميع بها ويأخذ كل مرء حظه من الدفء والحرارة والمتعة لا يحس بأن أحدا يشاركه فيها أو يزاحمه عليها كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم مع صحابته يأوون من نفسه الكبيرة إلى كنف رحيم يقولون إن النبوة أهبة لا كسب وفضل يغدق لا نصيب يطالب به ويسعى إليه وهذا حق أهم يقصبون رحمة ربك أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين بيد أن هذا الخير لا ينزل اتفاقا ولا يدرك اعتباطا وقد حاول شاعر في الجاهلية بكثرة الكلام في الإلهيات أن يكون نبيا ففشل وتوقع نفر من الأحبار والرهبان أن يصيبوا هذا الشرف ففاتهم مع تشوقهم إليه ورغبتهم فيه إن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا المنصب العظيم أهله ومن ظن أن العصمة تمنع المحنة والابتلاء أو أن الرسل الكرام ليسوا أكثر من حملة وحي وظيفتهم التبليغ المجرد كأن أحدهم مكبر صوت تنفخ من ورائه الملائكة فليست له مواهب ولا استعداد خاص ولا امتيازات رفيعة من ظن ذلك فقد ظل في فهم المرسلين وجهل ما حباهم الله به من خلال تجعل أعظم فلاسفة الأرض لا يصل إلى مصاف أقدامهم إن الكتاب الذين ألفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بالعبقرية يمكننا أن نقبل منهم هذا الوصف بحذر وبقدر نقبله إذا كان القصد منه كشف النقاب عن معالم العظمة الشخصية وإلقاء ضوء على البطولة الأدبية لأولئك المصطفين الأخيار ونقبله إذا كان القصد منه الاعتراف بمبدأ الوحي الذي يصل المادة بما وراء المادة وهذا هو أساس النبوة الأول ونرفضه إذا كان وصفا لعظمة إنسانية معتادة تسلك صاحبها مع غيره من رجال التاريخ البارزين ذلك موقف المسلم من جمهرة المؤلفين والمؤرخين ممن كتبوا في حياة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الإيمان بالنبوات كلها جعل الله سبحانه وتعالى التصديق برسله كلهم ركنا في الدين وقرن أسماءهم بذاته المقدسة فأصبح الإيمان بهم متمما للإيمان به آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشطر الثاني من شهادة الإسلام لا يصح إيمان إلا به وإنما كان للإيمان بالنبوات هذه المنزلة لأن معرفة الله على وجهها الصحيح وفهم ما يريده لعباده ويطالبهم به إنما يكون عن طريقهم وحدهم والارتباط بالوحي الذي شرف به والأسوة التي تأخذ منهم ومن ثم يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ويقول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وسريان الفساد إلى الديانتين الكبيرتين السابقتين على الإسلام اليهودية والنصرانية وما طرأ عليهما من تغيير وداخل كتبهما من تحريف جعل الإسلام هو الطريق الفذ للإيمان السليم فمن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وحده ومن سنته وحدها يفضي الناس إلى الحق والأبواب إلى الله في عصرنا هذا مهما وقفت عليها في اليهودية أو النصرانية فلن تفتح لك مغاليقها أما في الإسلام وباسم نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فستنفذ وراء النبي العابد ونهجه الخالد وقرآنه المحفوظ وسنته المصونة فتعرف ربك عن يقين وتعرف ما يكلفك به من غير تزوير ولا تحوير من أجل ذلك اعتبر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم شرطا لصحة الإيمان بالله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ولا تحسبن هذا غلوا في تسكية مخلوق أو افتياتا على حق الخالق أو تجنيا على أتباع الرسل الأولين فإن عيسى وموسى صلوات الله عليهم سارا بالناس إلى الله على بصيرة وهم لا يدرون ما فعل أشياعهم من بعدهم ولو عادوا إلينا أحياء لكانوا أول من يبرأ من الكتب المتسوسة عليهم وأول من يستمع لآيات الذكر الحكيم ويبادر إلى تنفيذ أحكامها ووصاياها ثم إن الله لما ضم الإيمان برسله إلى الإيمان به جعل الكفر بواحد منهم كفرا به جل شأنه وبهم جميعا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينة والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين أكمل الله به صرح النبوات وأتم به حقيقة الرسالات إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون ويتعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين فإذا جاء من يدعي النبوة بعده فهو كاذب ومن صدقه في دعواه فهو كافر وقد ظهر الطوائف من الحمقى تتبع رجلا اسمه البهاء يدعي النبوة ويطوون نحلتهم وراء قناع من التمسح بالإسلام وإظهار التصديق به وبغيره من الأديان وهم ليسوا من دين الله في شيء وبهاؤهم دجال وتعليمه زور وبهتان وليس بعد القرآن وحي فماذا بعد الحق إلا الضلال وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته من هؤلاء المخرفين قال يكون في آخر أمتي أناس دجالون كذبون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم وفي حديث آخر أنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابا كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وقد عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تتصل بعقائدنا لم تكن عقولنا لتستطيع وحدها أن تدركها أو تعي تفاصيلها وهي تتعلق بما وراء الحياة من غيوبه وقد قلنا إن العقل المجرد قد يعرف أطرافا منها بالتأمل والنظر ولكن المعصوم قد أعطانا عنها فكرة كاملة فسندرسها عن طريقه ونؤمن بها تبعا له فهي مما جاء به ترجمة نانسي قنقر